السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من جديد في قناة ليرنلاب تعالى نتعلم ونفهم التحاليل لا تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يجيلكم كل جديد موضوعنا اليوم عن فيتامين دي او فيتامين دال وهنلخصه في كام نقطة كده وهم انواع فيتامين دي ومصادر فيتامين دي ومصارف الجسم ووظائف فيتامين دي واسباب النقص والنقص ده هيسبب ايه وايه التحاليل المطلوبة وامتى بنعمله ومعدل النقص الزيادة فيه واخيرا نبزع للعلاج نيجي الاول نقطة وهي انواع فيتامين دي هنلاقي عندنا انواع كتيرة منها زي فيتامين دي 1 وفيتامين دي 2 وفيتامين دي 3 وفيتامين دي 4 وفيتامين دي 5 لكن اللي يهمنا في كل الانواع دي فيتامين دي 2 وفيتامين دي 3 وهنتكلم عليهم دلوقتي نيجي بقى للنقطة التانية وهي مصادر فيتامين دي عندنا مصدرين لفيتامين دي وهم مصدر خارجي ومصدر داخلي مصدر خارجي بنقسمهم لمصدرين اساسيين وهم مصدر من الاطعمة النباتية ومصدر من الاطعمة الحيوانية الاطعمة النباتية هتدينا فيتامين دي 2 وبنسميه ايرجو كالسيفيرول ومن الاطعمة النباتية ديت عصير البرتقان ودقي الشوفان والماشروم وحليب الصوية لكن بقى الاطعمة الحيوانية بتدينا فيتامين دي 3 كولي كالسيفيرول والاطعمة الحيوانية زي سمك السلمون والسردين والتونة والمقرب وعندنا كمان المحار والجنبري وصفار البيض والكبدة وحليب الابكار ومنتجات الالبان والجبن كده بقى عندنا فيتامين دي 2 اللي هو ايرجو كالسيفيرول وفايتامين دي 3 كولي كالسيفيرول الاتنين دول طبعا هيتم امتصاصهم من الاكل في المعدة وهيروحوا بعد كده للكبد وهنسيبهم شوية ونروح للمصدر الخارجي عندنا في الجلد بتاعنا مادة اسمها ديهايدروكليسترول 7 لما بنتعرض للشمس بتتحول لفايتامين دي من النوع 3 اللي هو نفس اللي بناخده من الاطعامة الحيوانية وهيمشي فيتامين دي 3 في الدم ويروح للكبد الكبد هيحول فيتامين دي 3 لمركب اسمه 25 هيدروكسي كولي كالسيفيرول وهيحول فيتامين دي 2 لمركب اسمه 25 هيدروكسي ايرجو كالسيفيرول هاللاحظ ان احنا ضيفنا بس 25 هيدروكسي ونفس الكلمة بتاعت كل واحد فيه الاتنين دول على بعض كده هنسميهم فيتامين دي 25 هيدروكسي هيروحوا للكلة اللي هتحولوا لمركب تاني اسمه و هو ده بقى المركب النشط بتاع فيتامين دي نرجع تاني الانواع فيتامين دي علشان نضيف عليهم المركبين دول فيتامين دي 25 هيدروكسي و ده زي ما اتفقنا عبارة عن فيتامين دي 2 و فيتامين دي 3 125 هيدروكسي كوليكالسيفرول و ده الحالة النشطة لي اللي حولته الكلة نيجي بقى للنقطة اللي بعدها وهي وظايف فيتامين دي اتفقنا ان مركب النشط هو كالسيتريول او 125 هيدروكسي كوليكالسيفرول و هنعتبره هنا هرمون هيقوم بايه بقى هيقوم بتنظيم تركيزات الكالسيوم والفوسفور والماغنيسيوم و بيساعد في النمو و تكوين العظام و ليه كمان وظايف مناعية و بيمنع الكساح و الهشاشة و ضعف العض و ليه وظايف عضلية و عصبية و بيزود من امتصاص الكالسيوم من الامعاء علشان يترصف في العض و بيعيد امتصاص الكالسيوم من الكلة ويرجعوا للدم بدل ما ينزل في البول نيجي للنقطة اللي بعدها وهي اسباب نقص فيتامين دي عندنا من الاسباب الرئاسية عدم التعرض للشمس فبالتالي هيقل فيتامين دي سري مش بناكل خضروات ولا اطعمة حيوانية فبالتالي هيقل فيتامين دي تو و فيتامين دي سري الكاب التعبان فهيقل تكوين 25 هيدروكسي كوليكالسيفرول او الكلة تعبانة فهيقل تكوين فيتامين 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفرول طيب لو فينا نقص في فيتامين دي ايه اللي هيحصل في الاطفال هيسبب كساح و في البلغين هيعمل ضعف في العظام طيب ايه هو اللي بتحل في كل ده في الغالب لو بصفة عامة يبقى اعمل فيتامين دي 25 هيدروكسي كوليكالسيفرول وده اللي هيعبر عن مجموع فيتامين دي تو و فيتامين دي سري لكن لو فيه مشاكل في الكلة يبقى اعمل فيتامين دي 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفرول طيب اعمل التحليل ده امتى طيب لو فيه خلل في مستويات الكالسيوم والفسفور او لو فيه خلل في هرمون الباراسرمون او لو فيه مشاكل في العظام او لو فيه مشاكل في الهضم وامتصاص الضهون وفي حالة جراحات الجهاز الهضمي واخر حاجة في حالة متابعة العلاج طيب المعدلات الطبيعية للتحليل في حالة النقص الشديد حيكون اقل من 10 نالو جرام في الميليليتر والنقص البسيط والمتوسط بيكون من 10 ل 30 لكن المثالي بيكون من 30 لمية التسمم بقى بيكون فوق المية وعشان يحصل سمية من ارتفاع فيتامين دي ده امر نادر لكن بيكون في الغالب بسبب الادوية اكتر من سبب التعرض الزيادة للشمس نيجي الاخر نقطة وهي نبزة عن العلاج لو فيه ناصف فيتامين دي هننصحه للتعرض للشمس وياخد فيتامين دي سري عن طريق الفم بس لو عنده مشكلة في الامتصاص في الامعاء ياخد فيتامين دي سري عن طريق الحق لكن لو عنده مشكلة في الكبد ياخد فيتامين دي 25 هيدروكسي كوليكال سيفرول طيب لو فيه مشكلة في الكلا ياخد فيتامين دي 125 داي هيدروكسي كوليكال سيفرول كده يبقى خلصنا يا رب الفيديو يكون عجبكم اعداد وتقديم مصطفى ربيع ما تنسوش اللايك والسبسكرايب تفعيل زر الجرس كل عام انتم بخير